شهدت مالي انقلابا عسكريا على رئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذي أجبر على التنحي عن السلطة وحل البرلمان والحكومة وذلك بعد ساعات من احتجازه مع رئيس وزرائه بوبو سيسي وتعهد قادة الانقلاب بتنظيم انتخابات ذات مصداقية في بيان بثه التلفزيون الوطني جاء ذلك مع علانهم تأسيس لجنة أطلق عليها اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب للإشراف على فترة الانتقال السياسي في البلاد وأكدت اللجنة عظمها إجراء انتقال سياسي مدني من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات في غضون فترة زمانية معقولة بحسب بيان تله إسماعيل لأواري نائب رئيس أركان سلاح الجو على التلفزيون الوطني كما أعلن واري عن نيته احترام الاتفاقات الدولية وتعهد بانتخابات جديدة ذات مصداقية في البلاد ونقل السلطة إلى من تفضي إليه هذه الانتخابات وأعلن التلفزيون الرسمي في مالي في ساعات الأولى من الأربعاء استقالة رئيس البلاد أبو بكر كيتا الذي قال في كلمة مقتضبة أدعى التلفزيون الرسمي أنه قرر الاستقالة من رئاسة البلاد وحل البرلمان مضيفا لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة ترجمة نانسي قنقر